مرحباً بكم دائماً ضمن فعاليات هذه الدورة هذه المرة مع فقرة مميزة جداً دائماً ما تؤثث معالم برنامج الأكاديمية وهي محاضرة حول نظريات الاقتصادية الكبرى أقدر أنكم بدأتم تستأمسون نوعاً ما بالفلسفة التي يقوم عليها برنامج الأكاديمية في مختلف مستوياتي سواء على مستوي الفهم أو على مستوي النقاش أو أيضاً على مستوى التطبيق والذي نبني على ملامسة مجموعة من المجالات الكبرى التي شكلت معالم النظام الاقتصادي والفكر الاقتصادي بما في ذلك بدءاً بالاقتصاد البدائي الاقتصاد الكلاسيكي مع آدم سميت وغيره الاقتصاد الماركسي الذي جاء لي ينتقد الرأسمالية الاقتصاد الفكرة الكينزية أو الاقتصاد الإسلامي أيضاً الذي استاهم بشكل وافر في إغناء الفكر الاقتصادي والمالي الإسلامي على وجه الخصوص أعتقد أن هذه هي الملامح الكبرى التي سنناقشها في هذه المحاضرة برفقة الأستاذ على الحلول الذي أصبح مألوفاً بيننا في نفس الأكاديمية وهذا إن بل على شيء إنما يدل على تلبيته للدعوة في كل ما سنحت له الفرصة وهذا أمر نقدره في الأستاذ ونشكره عليه جزيل الشكر سأترك الكلمة للأستاذ في حدود 45 دقيقة على أساس أننا سنجعلوا مجال المدخلات والتفاعلاتكم مع المحاضرة الذي يمكن أن أضمانه لكم هو أن من أمتاعي وأجملي ما يمكن أن يخوض فيه المرء وأن يسبح فيه هو الفكر الاقتصادي بمختلف النظريات التي تتجذبه ومختلف الطيارات فلنستمتع سوياً بهذه الرحلة الفكريية التي سنأخذها مع الأستاذ وهذه الحلولة بالمناسبة حصل على مستر في أستاذ أغوب وأستون يورسيتي حصل على دكتورة في سويسرا في أسواق المالية الإسلامية حصل عفواً على دكتورة في جامعة سويسي ليس سويسرا في أسواق المالية الإسلامية ومقاول في التعليم وفي مجالات أخرى بعجالة أترك الكلمة للأستاذ مشكوراً مأجوراً بإذن الله السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كين؟ بين؟ 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دائماً أسعد بتواجد مع الإخوة والأخوات من الشباب والشابات الذين يجتهدون في الخروج المألوف وفي بالجدية وفي الجدية وفي سبيل يا رقي بهذه الأمة إلى ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نور مضاهي الأنجمة ملأ الفضاء المعتمة ومضى بطيف شعاعه لينير درباً مظلماً نور مضاهي الأنجمة ملأ الفضاء المعتمة ومضى بطيف شعاعه لينير درباً مظلماً برباء أكاديمية ملأت محاسنها السماء فيها شباب طامح كما قلت سعيد بوجودي معكم أسأل الله أن يسر لكم النجاح في هذه التظاهرة فاليوم المعرفة التي نأخذها بالطرق الكلاسيكية وهذا كنا نناقشه قبل بداية في نقاشنا الآن هي معرفة عموماً نمطية ومنمطة أريد لها أم لم يرد لها بشكل مباشر أو بغير مباشر فهي معرفة غير كافية إذا أراد الإنسان أن يكون متميزاً والأمة تحتاج هذا الشباب والشابات ورجال ونساء دائماً في تمييز لأن الأمة يعني في ضغط كبير وعليها أن تستدرك وتتدارك واحد مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها ومن هذه الاختلالات لاختلالات المعرفة فإذا اعتمد الإنسان فقط على المعرفة التي يحصلها في المدارس والجامعات فهذا يعني حتماً ولا أقول غالباً حتماً لن يكفي لماذا؟ لأن المعرفة اليوم أول شيء كما قلنا هي موجودة متوفرة فاليوم من أراد يعني دروس الـ مثلاً فهي بالمجان الدروس ستانفورد كثير منها بالمجان دروس جامعات كبيرة بالمجان محاضرات كثيرة بالمجان فالإنسان عليه أن يجتهد في هذا الباب من خلال مثلاً يعني منصات عديدة مثل كوغسيغا مثل مثل ايدكس مثل اوبن ادوكيشن مثل خان اكاديمي يعني منصات كثيرة توفر المعرفة والمعلومات بكيفية يعني مجانية وفي المتناول فالإنسان عليه أن يكمل يعني ما يحصل من الجامعات ما يحصل عليه من الجامعات بهذه الطرق يعني التي لا زالت يعني غير مألوفة كثيراً في مجتمعنا ومن هذا الباب هناك شيء متعلق بنمدجة أو تنميذ هذه المعرفة التي نحصل عليها في الجامعات ألا وهو تصور أو تصور للتاريخ فتصورنا للتاريخ هو بيزي منحاز أو مشوه إلى حد ما لماذا؟ لأن كما تعلمون دول العالم الإسلامي عانت من الاحتلال عانت من الاحتلال ومن ثم إما أنه احتلال مباشر عسكرياً كما كان الحال في معظم ثول أو احتلال غير مباشر أي اقتصادي وثقافي كما عانت منه تركيا والحجاز فهذه الدول إني لم تحتل بعنف من ناحية العسكرية سوى في تركيا بالنسبة لسقوط الدولة العثمانية وذلك كان ضرف عشر سنوات وعشرين سنة في القرن العشرين لكن من ناحية الظاهرة كانت مستقيم هذا الاستقلال لم يكن حقيقي من الناحية الاقتصادية والثقافية فالدولة العثمانية راكمت التأخر ومن ثم قاعدة ابن خلدون الذهبية المغلوب دائماً مولع بثقافة الغالب فكانت الموضة في تركيا هي الموضة في باريس والثقافة في تركيا هي الثقافة في باريس والعلم في تركيا هو العلم في باريس ولندن لم تعود منتجة بالعادة بان صارت تستوري في الاقتصاد نعاني من نفس الإشكال ما هو هو أنك لما تذهب إلى الجامعة المغربية والجامعة عموماً تبدأ دروس الاقتصاد ب المركانتيليس الفيزيوكات آدم سميس غيكاردو كينز إلى آخرية كما هو معروف لديكم وهذا إن دل على شيء في الوعي أو في اللاوعي فإنما يدل على أن الاقتصاد هو علم غربي قيل هذا أم لم يقال فهل هو علم غربي حقيقة؟ اليوم أكيد التفوق فيه غربي وبالخصوص الأمريكي من تعمق في الاقتصاد وبحث البحث العلمية في الدكتورة يعني المصادر ستكون أمريكية عموماً لكن حقيقة الأمر أن هناك رسائل وراء ما يقال وما لا يقال ألا وهي أنه حين تذهب إلى الجامعة وتتعلم أن الاقتصاد علم مستورد فهذا من عوامل الانهزام الثقافي والحضاري فيقتنع الشاب أنه يعني كحضارة هو كحضارة وحضارته يعني لم تقدم شيء في الاقتصاد ومن ثم يزيد هذا الغزو التاريخي والثقافي تزيد حدته تزيد حدته وتترسخ في الدين وهذا من أنجح سبول الاحتلال وقد ذكر هذا المهدي المنجرة وذكره العديد من واليوم هناك سلسلة أظن تعرفونها للأخشاب جهاد الترباني في العظماء المئة الذي يذكر فيها قضية الغزو التاريخي وكتابه معروف في هذا الباب فهذا القضية الغزو التاريخي والثقافي تصدى لها تيار اسمه اسمه ديكولونيال 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 هذا الفكر نبع في أمريكا اللاتينية التي بدأ فيها العلماء يتسألون هل فعلا لم نقدم شيئا في علم الاجتماع في الثقافة في التاريخ في الفنون في الاقتصاد في الهندسة هل فعلا حضاراتنا لم تقدم شيء؟ فلما نقبوا وبحثوا وجدوا العكس وجدوا أن الحضارات المختلفة قدمت لكن أخفي ذلك من طرف الاحتلال والقوى المتفوقة لتسهيل قضية الاحتلال فالقضية كلها قضية التفوق وقضية قوة وسيطرة والثقافة والتاريخ والتصور للتاريخ هو سبيل من سبل الاحتلال ومن أنجع هذه السبل قطع الإنسان مع تاريخه الحضاري لماذا ليصيرك ريش؟ أي ريح أتت تزحزحه عن مبادئه المجدرة ثقافيا عند أجداده وأسلافه إذن من هنا سنحلق سريعا في الأنظمة الاقتصادية عموما لنذهب من الأنظمة كيف جاءت ومعظم مفكري هذه الأنظمة ثم ننتهي مع النظام الاقتصادي في التصور الإسلامي أولا من أول من اعتنى بالاقتصاد ولا أقول أول لأن عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدمه كما تعرفون أريستو حين ناقش هذه القضايا في كتابه الأخلاق لنيكوماك وذكر قضية الاقتصاد ولا كخيماتيستيك الكخيماتيستيك هي تسيير الأموال والاقتصاد إيكو نومي يعني تأتي من أويكوس نوميو أويكوس هي المنزل ونوميو هي القاعدة يعني قاعدة تسيير المنزل إيكو نومي وكان يخالي يو كان يو يضعهما يعني في 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 تقابل وفي شبه تضاد وكان يو كان المدح لي الاقتصاد الإيكو نومي والذن لكخيماتيستيك خصوصا الكخيماتيستيك كوميرسيال فالكخيماتيستيك هناك نوعين الأولى يعني طبيعية حتى يربح الإنسان ما يعني يوفي به حاجته والثانية هي تجارية هي السعي وراء تكديس الثروة ولذلك يعني تكديس المال للمال وبالمال مدموم عندها كيف للمال؟ للمال هو أن هدف الاقتصاد هو تكديس الأموال والثروة والثروة هذا مدموم وهذه من الأهواء التي حربها الفلاسفة الإغريق وكذلك فكرة الإسلامية تكديس المال للمال قناطير المقنطرة هذا مدموم خصوصا إن كان الهدف هو المال بحد ذاته أما تكديس المال بالمال هو المعاملات الربوية ولذلك قال فيها أرستو أنها من أبشع أو أبشع أنواع الربح هو الربا وقال هي مخالفة للطبيعة لأن المال لا يلد المال ولذلك قال الغزالي إذا ولد المال المال فالولد ابن الزنا خير شرعي فالمال لا يلد المال ثم ذكر التداعية السياسية لتكديس المال فالذي يكديس المال كثيرا تصبح له سلطة سياسية يؤثر بها تصبح له سلطة يؤثر بها على القرار السياسي الذي المفروض أن يكون مستقلا ولذلك ذهب أفلاطو إلى مضرية الفيلسوف الملك لماذا؟ لأن الفيلسوف المفروض فيه الابتعاد عنده في تصوره أنه مبتعد تماما لابتعاد عن الأهواء والتعلق بقضايا الدنيا فلن يؤثر عليه حب المال ولا حب الشهوات ولا النساء يعني لن تستطيع أن تنال منه برشوة ما ثم أتى بنو خلدون حيث قارب الاقتصاد بمنظور اجتماعي وذكر قضايا مثل قضية تدبدو بالاقتصاد وعوامل زيادة الإنتاج لديفزيون في تخافاي قبل آدم سميس أكيد وذكر قضايا مثل الدرائب إلى آخره وحل لها وإني أطال فيها ثم عندنا الفيزيوكات الذين كانت تحليلهم الاقتصادي كالتالي قالوا التفوق والغنى هو في تكديس الذهب التفوق والغنى هو في تكديس الذهب فهذا المنظور لقى قبولا في القرن السادس عشر في القرن السادس عشر مع الغزوات الإسبانية لأمريكا وكانت من مبررات هذه الغزوات هذا الفكر فكر تكديس الذهب لكن لما كدسوا الذهب وقع ما لم يكن في الحسبان ألا وهو التضخم التضخم فهذا جعل المركانتليست يحللون قضية السلع وقضية دور الأسواق وقضية قيمة الذهب مقارنة مع قيمة السلع إلى آخره ثم تولد من بعد ذلك الفكر الكلاسيكي والفكر الكلاسيكي يتجسد في آدم سميس وغي كاردو وجون باتيستوسي عموما في هذا الفكر تعطى الأهمية للبحث يعني الربح والفردية والسوق وهناك مسائل أخرى في النظرية مثل اللغانطمان ديك خواسان إلى آخره وهذا كان من مؤسسات فكر الفكر رأس مالي فكر رأس مالي الذي يعطي أهمية لرأس المال تلقائياً لماذا؟ لأن العمل موجود متوفر ورأس المال نادر فأصبحت الأهمية التحليلية والنظرية تعطى والعملية كذلك تعطى إلى رأس المال هذا الفكر رأس مالي هيمنى من ناحية العالمية بما نعلم من قضايا متعلقة بالاحتلال وقضايا متعلقة بالنمو الاقتصادي من خلال الانجستخياليزاسيون في الثورة الصناعية الأولى والثانية والانكلوجر اكتس يعني لما أصبحت الملكية الخاصة قاعدة وما أدى إلى رحيل كثير من العمال من النظام الفودالي الذي كان قائماً في العصور الوسطى إلى المدن والتمدن ومما أدى كذلك إلى ظهور طبقية مهمة جداً وتكديس رؤوس الأموال في بعض الأياد هذا الفكر هذا وهذا النظام هذا انتقده ماركس بشكل يعني مباشر في مسائل عدة وماركس كانت عنده نظرة تحركية للتاريخ بالمناسبة الاقتصاد عموماً يجب أن لا يغفل الإنسان على أن الاقتصاد عموماً يستقي من فكر فلسفي دائماً ومن أين نأتي بهذا؟ لا نأتي به من فرغ أدم سميس كان من ألد الأصدقاء وأشد الأصدقاء لديفيد هيوم وديفيد هيوم هو من الفلاسفة أو الفيلسوف الفيلسوف بألف لم تعرف الذي نقضى أو حاول انتقاد الأفكار المؤسسة للبرهان العقلي للوجود الإلهي البرهان العقلي للوجود الإلهي براهن السببية والدليل الكوسمولوجي والدليل الوجود والدليل الخلق إنتليجنت ديزاين إلى آخره دليل المصمم إلى آخره وحاول جاهداً ونقضى جاهداً يعني كل هذه الأدلة خصوصاً دليل السببية وعبارة الصورة التي كان يعطي المعروفة هي لما ترى كرة تضرب كرة فلا يمكن لك أن تجزم أن سبب تحرك الكرة الثانية هو ضرب الكرة الأولى أنت يمكن لك أن تجزم أن الكرة الثانية تحركت بعد الكرة الأولى وهذا كان من مداخله لنقض هذه البرهان الفلسفية للوجود الإلهي لكن نوقشت ورد عليها إلى آخره حصل الأمر آدم سميس كان من الأصدقاء ديفيد هوم وديفيد هوم مادي وفلسفته معروفة وآدم سميس كان يستمد من ديفيد هوم كثيراً أما ماركس فاستمد من هاكل وهاكل كانت له نظرة فلسفية مستمدة من تطور التاريخ المبنية على ما ذكرناه سلفان تاز أنتي تاز سنتاز يعني يكون هناك وضع مجتمعي قائم ثم تكون فيه إشكاليات فيأتي ضده أو الثورة أو شيء آخر ليغيره ثم نأتي إلى سنتاز نظام جديد اجتماعي جديد يعني مررنا من العبودية إلى النظام الفيودالي القرى وسطي إلى النظام الاحتلالي رجعنا إلى العبودية ثم أتينا إلى النظام الرأسمالي ثم إلى الليبرالية إلى آخره فنأتي إلى لسنتاز هذه الخلاصة لسنتاز تصبح هي لتاز تصبح هي النظام فتأتي أنتي تاز جديدة وهذا هو الفكر الديناميكي أو المتحرك لهيغل الذي استمد منه ماركس فماذا قال ماركس عن الرأسمالية قال أنها يعني تؤدي إلى الاستغلال تؤدي إلى الاستغلال وهو نقضى خمس أشياء مهمة جدا في الرأسمالية الملكية الخاصة يمكن أن نقول يعني المسائل التالية بي الارب بي الارب بي ملكي ملكي الخاصة اللوبيينج يعني تأثير السلطة الرأسمالية على السلطة السياسية ولكل ما ذلك من تدعيات أن الطبقة العاملة هي مستغلة مستعبدة دون أن تشعر دون أن تشعر ثم كما قلنا بي الارب بي الارب وبي الاخير هي البحث عن الربح ما يسميه هو بالسرقة هو يسمي ربح سرقة لأن الربح هو عنده والفارق بين تكلفة المنتج العامل وثمن البيع وذلك الفارق هو سرقة عنده فيقول أن هناك أقلية تتحكم في الاقتصاد وتستعمل الدين كأفيوم لتخدير شعوب لوعدهم بجنات وبعالم أخرى حتى لا يركز في انتقاد الوضع القائم ويقول أن من حتميات النظام الاقتصادي رأسمالي هو هجرة العمل إلى الشرق لأن صاحب رأس المال فورما يجد فرصة لإعادة مركزة مصانعه في الشرق هناك العمال يعملون بتكلفة أقل بعشر مارات أو عشرين مارات فلا يناقش في هذا أما لو كان المعمل أو المصنع ملكا للعمال فلن يتخذ هذا القرار لتهجير المصنع أكيد ثم صاحب رأس المال بما أنه يجري وراء الربح فأول ما يهاجم هو ما هي أول تكلفة في الصناعة أول تكلفة في الإنتاج ما هي يد العاملة فأول ما يهاجم هو الأجور يد العاملة فيحاول نقصها وهذه من تناقضات رأسمالية الداخلية الكونتخادكسيون انترن ducapitalism كي كوندوزا سا بخوبة أمبلوزيون يعني هذه من التناقضات الداخلية لرأسمالية التي ستؤدي حتما إلى انفجار هذا المنظوم كيف تهاجم الأجور والأجور هي التي تشتري منك السلع فعلى مدى البعيد هذا النظام سيؤدي إلى الهدم بنفسه ولذلك قال إنجلس رفيق ضرب ماركس أن الرأسمالية هي النظام الأشد طبقية في التاريخ وهذا مشاهد اليوم اليوم ثروة ثمانية أشخاص في العالم تساوي ثروة ثلاثة مليار ونصف يعني ما يملكه ثمانية أشخاص في العالم من موجودات وثروات يعادل ما يملكه نصف سكان الأرض ثلاثة مليار ونصف يعني هذه طبقية يعني شدة الطبقية التي لم تشاهد على مدى التاريخ فعنده يعني مرحلتان عنده مرحلتان هي الأولى المرحلة الاشتراكية التي يتم فيها القضاء على الطبقات على نظام الأجرى على الدول وعلى الحدود ويتم فيها تعميم الاقتصاد لانسيوناليزازيون وتوزع الثروات أو الانتاج يوزع حسب الحاجة وإمكانية الانتاج ثم عندنا الفترة الشيوعية الكومينيست التي يتم فيها هدم كل هيكل الدولة وتتم فيها الثورة ونصل فيها إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة حكم الطبقة العاملة ديكتاتوري بخوليتاريا ويتم فيها منع الملكية الخاصة والشركة فيها مبنية على التعاون والمجانية في الواقع الذي نلاحظه أن هذا النظام توجه هذا النظام عانى من أسسه الفلسفية ماذا كان يقول هيكل يكون هناك وضع انتاز ثم تأتي الانتتاز النقض ثم نصل إلى السنتاز الخلاصة ماذا كان الوضع في روسيا النظام فيودالي رأسمالي فجاءت الانتتاز الثورة فوصلنا إلى الخلاصة لسنتاز ماذا وقع في لسنتاز اليد العاملة التي أصبحت تحكم أصبحت برجوازية جديدة أصبحت برجوازية جديدة فصلنا إلى حكم الحزب الواحد والذين يسيرون الدولة يسيرون حسب أهواءهم واحتياجاتهم الخاصة فهذا النظام لم يستطع يعني البروز في الوجود في أي مكان ما بجذوره الفلسفية ونظرته للأشياء المادية وأعطيكم مثال يقول ماركس كيف سنقول الإمانسيبات يعني وجود الذات طبيعي أن الذات للعامل تكون حين يصنع مثلا حين يصنع لمن توج كله بيده مثلا صنع ساعة فهو لما يصنع تلك الساعة تكون ساعته يعني هو صنعه فيجد ذاته في تلك الساعة فهو يطمئن يعني يحس بالسعادة في تلك الساعة وهذه رؤية مادية محضة ويقول لما يكون دور العامل فقط يعني صناعة يعني جزء من تلك الساعة أو زجاجة تلك الساعة أو عضو صغير فلا يرى نفسه في تلك الساعات التي صنعت بسبب تقسيم العمل لزيادة الإنتاج فهو يحس بتلك يحس بعدم الساعة ويشعر بعدم الساعة وعدم الطمئنان والارتباك إلى آخره فهذه نظرة مادية للإنسان فهو متناسق مع فلسفته المادية أما النظرة الليبرالية للاقتصاد عموما هناك مدرسة كلاسيكية ثم نيوكلاسيكية الكلاسيكية مبنية على قيمة العمل لفالوخت خافاي أن قيمة شيء متعلقة بقيمة الساعات العمل التي وضعت فيه أما المدرسة النيوكلاسيكية هي مبنية على لفالوخت اتليتي منفعة قيمة المنفعة ويقولون تصور أنك في السحراء ووضع بين يديك كأس ماء ومثلا انديامو الماس ماذا ستختار الماء طبيعي ونحن نعلم أن لو وضع بين يديك مثلا هاتف آخر طراز لن تختاره ونعلم أن ذلك الهاتف استغرق عمل أكبر بكثير من كأس ماء لكن الحاجة هناك متعلقة بالماء فالتلتي فعموما هذا النظام الليبرالي مبني على أوليات وهي البحث عن المنفعة الشخصية حرية المقاولة القول بأن الربح هو نتيجة أو مكافأة على المخاطرة ودمج مكونات الأول العوامي الإنتاج ويطرح سؤال على ماركس لأن ماركس يقول أن الأجير لا يعطى أجرته الحقيقية والنيوكلاسيكيين ماذا يقولون في خضغي شهايك مثلا ما هي الأجرة الحقيقية هل يمكن لنا أن نعرف الأجرة الحقيقية المستحقة للأجير دون سوق من أين سنعرف مستحيل ثم يقول هذا النظام الليبرالي أن يقول أن البطالة أو الإنسان لما يكون عاطنا على العمل فيكون ذلك اختيارا له وهذا متناسق مع فلسفته لماذا لأنه يفكر أولا المفكرين الكلاسيكين النيوكلاسيك عموما يفكرون بشكل يعني في وضعية زمنية واحدة مستقرة وليست متطورة فماذا يقول يقول لك السوق موجود وفرص العمل موجودة وأنت الذي لم تقبل بالعمل بأجرى أقل ففرص مثلا إنسان يعني مهندس أو دكتور لو قبل أن يعمل بأجرة ألف أو ألف ألفين درهم سيجد العمل فالبطالة عندهم دائما متعمدة وليست لا إرادية كما يذكر كين مثلا في بعض الأحيان بالنسبة الفوائد الربوية فهم قطعوا مع النظرية الكنيسة التي كانت تمنع الفوائد الربوية وتقول بحرمتها كما قالت جميع الأديان من يهودية وبودية وهندوسية ونصرانية إلى آخره قالت بحرمت الفوائد الربوية فكانت القطعة سنة 1822 لما قررت الكنيسة أن الفوائد تجوز عندهم فهم يعللون الفوائد الربوية بالتخلي عن السيولة وذاك التخلي يجب أن يعوض يجب أن يكون له عوض ثم يبنون كذلك على أن الأثمنة تعطي لنا المعلومة فمثلا لنتصور أن منتوج ما أصبح نادرا مثلا خشب قبل يعني النظام المعلومة وحتى مع النظام المعلومة كيف سنعرف أن الخشب أصبح نادرا لا يمكن أن نذهب عند كل من يستهلك الخشب ونقول له عليك أن تخفض من استعمالك للخشب لأن الخشب أصبح نادرا وقد لا يفي باحتياجة الكل الثمن هو الذي يعطي هذه المعلومة لماذا لما يجب سفع الثمن نعلم أن الخشب أصبح نادرا وأن الطلب عليه أصبح أكثر من العرض ثم يقولون أن السوق يسير نفسه أو يستطيع الوصول إلى التوازن بنفسه أو التوازن أو التوازن أو دون الحاجة إلى الدولة أو إلى تدخل الدولة إلى آخر هناك بعض مفكرين بأجالة مثلا جون باتيس الفرنسي قال يعني كل عرض يخلق طلبه يعني أن العرض مثلا ننتج نعطي أجراء تلك الأجراء يعني ستخلق طلبا والذي يربحه يعني صاحب رأس المال هو ربح ذلك ربح كذلك سيصبح طلبا وهذا نقضاه Keynes لما ذكار قضية la demande anticipée أو la demande effective حقيقة الأمر أن الإنسان لا يستهلك جميع مدخوله إلا إذا شعر بالطمئنين والأمان والثيقة في المستقبل ولذلك فالنقود عند Keynes لها ثلاث وضائف motif de transaction précaution et spéculation يعني أولا لشراء المستلزامات ثم لتأمين ثم للاستثمار هو يعطي معنى سبيكولation يعطيها معنى قريب من الاستثمار المعنى القديم ثم من مسلمات النظام الرأسمالي هو السوق الحر وال الزفانتاج كومباراتيف هذه نظرية السميس التي عدلها غيكاردو لما قال يعني على كل دولة أن تتخصص فيما تحسن صنعه بأقل تكلفة وإن لم تكن عندها يعني ميزة في منتوج من المنتوجات فعليها أن تتخصص في الشيء الذي أقل سوءا فيه سوكالفيل موامل لماذا؟ لأن بالعملية الحسابية نجد أن هذا في الصالح العام لكن هذا لا يأخذ بعين الاعتبار مسائل جوهرية مثل الاستقلالية السياسية والضغوطات الجيوستراتيجية والحروب إلى آخره هذا يبني على نظرية عالم يعني كله متوافق والسلع تدور والأشخاص يدورون بكل أريحية وحرية ثم عندنا مع النيوكلاسيك فالغاس الذي نظر للتوازن العام في الأسواق لكيليبغ جينيغال وجيفونس الذي نظر للتيلتة مارجينال مع منغير ثم عندنا المدرسة الأمريكية التي تنتقد بعض النماذج الكينزية مثل إياسلم حيث يقول يعني هكس الذي يتبع كينز يقول إما نزيد في البطالة إذا أردنا أن نزيد في نسبة الفائدة نزيد في البطالة إذا أردنا أن ننقص البطالة ننقص نسبة الفائدة وخدمان انتقد هذه المسألة وقال هناك صور التي وإن نقصنا فيها نسبة الفائدة فالبطالة لا تنقص وهي التي ظهرت في سنوات سبعينات والثمانينات ثم هناك حيك الذي هو من بلاد النمسا الذي هو ضد يعني ضد تدخل الدولة تماما لأنه يقول إذا تدخلت الدولة جزئيا أو مرحليا يصبح تدخلها يعني دائم دولة ألف التدخل ولا تستطيع رجوع الوراء ثم هناك النظرية الكينزية التي هي حقيقة من ناحية الفلسفية لها نفس الجذور نفس جذور النظام الرأسمالي لكن لتسيير الاقتصاد ولمسائل تقنية هناك اختلافات فالتحليل يكون عموما مكرو اقتصادي وبالنسبة لهم النقد ليس فقط يعني حجاب سني بازن فوال لأن المدرسة المونيتاغيست الليبرالية تقول النقد لا أثر لها على الاقتصاد لا أثر لها على الاقتصاد لماذا؟ لأن النقد حقيقة هي تعكس قيمة الأشياء فإن زادت والأشياء لم تزيد فستنقص قيمة النقد لكن هذا يأخذ بعين الاعتبار سوق مثالي فيه المعلومة متوفرة وهذه المسائل غير موجودة ولذلك قال كينز في الحقيقة النقد والكتلة النقدية لها تأثير ثم أعطانا شيء آخر الذي يبني عليه تحليل الليبرالي والنيوكلاسيكي الأول هو أن الفاعل الاقتصادي منطقي منطقي وهذه من أسس النظرية الليبرالية وحقيقة الأمر أن الفاعل الاقتصادي غير منطقي فما له قيمة عند واحد ليست له قيمة عند الآخر مثلا نأخذ سوق اللوحات الفنية أو سوق بعض السيارات القديمة هل كل شخص يعطي نفس القيمة للسيارة لو كان لو كان كذلك لما كانت هناك يعني مزايدات ما يكونش لزنشاغ والتفاوت في الأثمينة وفي الأسعار ولذلك يقول كينز الفاعل الاقتصادي غير منطقي ومن هنا تنهدي منظرية السوق الفعال الذي يصل إلى التوازن بنفسه لأن هذه من أسس نظريات وصول السوق إلى التوازن ثم يقول أن التصور الاقتصادي يجب أن لا يكون كما يقول الكلاسيكيون آني ستاتيك يجب أن يكون ديناميكي متحرك لماذا؟ لأنه لما تأتي معلومة إلى السوق يأخذ السوق وقت ليستوعب هذه المعلومة وفي ذلك الوقت تحدث تغييرات مثلا البطالة مثلا أنتم كشباب تدرسون في مدارس تكونكم لتصبحوا مهندس أو طبيب أو شيء من هذا القبيل وأنتم لا تعلمون كلما يجري في سيليكون وفي المراكز المحتية الصينية من ذكاء الصناعي وكذا تسمعون به وتتوقعونه لكن لم تأخذوه بعين الاعتبار في تكوينكم اليوم أنتم تتوقعونه وتأخذونه بعين الاعتبار للمستقبل لكن لم تطبقوه في حقيقة الأمر في تكوينكم فنحن لازلنا نتكون في مدارسنا لوظائف ستنقرض في 20 عام 60% يعني قبل 20 سنة 60% من الوظائف ستنقرض وأول الوظائف التي ستنقرض هي الوظائف المبنية على التحليل المعلوماتي مثلا أعطيكم نموذج في ميداني وظيفة تخيدر الذي يبيع ويشتري في البورصة هي من أكثر الوظائف يعني أجرة وأكثرها تكلفة وأكثرها استعمالا للمعطايات فهو يأخذ معطايات الأسواق وما وصل من معلومات ومن أخبار وكذا يعني يحللها في دماغه ثم يعطي نتيجة أشتري أو أبيع بكل بساطة هذه الوظيفة انقراضت لماذا؟ لأن اليوم النظم المعلوماتية تحلل أحسن منها فكانت من أول وظائف قابلية للانقراض لماذا؟ لأن تكلفتها غالي جدا أجرات التخيداغ يعني في أوروبا مثلا قد تصب إلى مليار في السنة والبنوك يعني لها عندها هذه الإمكانية المالية لأعطاء هذه الأجراء لكن الحافظ لإيجاد برنامج معلومة يقوم مقامه بتكلفة أقل كبير جدا ولذلك قامت مقام التخيداغ اليوم الآلات لغبو النظم المعلوماتية لكن من الوظائف التي تنقرض اليوم كل الوظائف التي هي مبنية على تحليل المعلومة مثل محاسب طبيب التحليلات خبير خبير الذي يحلله يعني قيمة الحادثة الوظائف التي مبنية على تحليل المعلومة ستنقرض محامي ستنقرض إذن هل نحن في تكويناتنا اليوم نأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات لا اليوم لا على الأقل في المغرب فهذه المعلومات يعني وإن كانت موجودة كما يقول كينز لا نأخذها بعين الاعتبار اليوم وهذا يؤثر فالآن الذي يذهب ليدرس مثلا مهنة المحاسب أو الخبير غالبا ستنقص فرص الشغل بشدة وبحدة لما يأتي إلى السوق أو بعد عشر سنوات أو خمس سنوات لأن هناك آلات أو برامج ستقوم مقامة هناك مهن مثلا مبني على المعلومة كذلك مثل الصمصار 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 ينقل معلومة من مكان إلى مكان مهن تنقرض ثم يقول كينز ين تقيد حب التكديس الأموال والثاروة كما انتقاده أرسطو ومارس ويقول لأمور de l'argent comme objet de possession distinct de l'amour de l'argent comme moyen de goûter au plaisir et aux réalités de la vie sera reconnu pour ce qu'il est une passion morbide plutôt répugnante une de ses inclinations à moitié criminelle à moitié pathologique dont on confie le soin en frissonant aux spécialistes des maladies mentales يقول أن حب التكديس التروى مرض هوس مرض ويجب أن يعالج ثم نأتي الآن إلى لماذا لا ندرس الاقتصاد الإسلامي في كليات الاقتصاد في المغرب أولا لأن أستداد الاقتصاد لا يفهمون العربية كثيرا ليسوا فصحاء في العربية لماذا لأنهم درسوا الاقتصاد بالفرنسية عادي ولذلك قال شوم بيتر لما ذكر قضية التاريخ الاقتصاد قال بالنسبة لموضوع الاقتصاد يمكن لنا أن نقفز قفزة تعادل خمسمائة سنة يعني ماذا يقول لنا شوم بيتر ويريد أن نصدق ه لمدة خمسمائة سنة من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن الثامن عشر لم يكن هناك تطور نوعي في الاقتصاد هذه خرافة لأن كانت هناك دول كانت هناك امبراطوريات كان هناك تفكير ولذلك نجد كذلك لما مثلا نذهب في موقع سيانس جمان بوان كوم يقول آدم سميس هو الأول الذي فكر في تجزي العمل والسوق الحور كعوامل للنمو الاقتصاد وهذا غلط ومغلط لماذا؟ لأن بالدليل ابن خالدون ذكر قضية لا مثلا لا للحصر لكن كمثال ولذلك في الجامعات المغربية في التمانينات كانوا لما يأتي موضوع الاقتصاد الإسلامي يستهزأ به يقال هذا خرافة هل في الإسلام نظام اقتصادي أو تصور للاقتصاد خرافة الإسلام معني بالعبادات والصوم والحاج والصلاة وكذا فما علاقة الإسلام بالاقتصاد طيب أول شيء هل هناك هل يمكن أن نقول هناك نظام اقتصادي إسلامي للمنطق حتى نقول أو نجيب بنعم أم لا ما هي الإشكالية التي عندنا هل هناك نظام اقتصادي في الإسلام والجواب يجب أن يكون نعم أم لا وقد يكون نسبية لكن قبل أن نجيب يجب أن نحلل كيف سنحلل نقول ما هو النظام ما هو النظام الاقتصادي نظام الاقتصادي أولا من ناحية النظام الاقتصادي الإسلامي نجد ندرة أو شبه عدام في الكتب الغربية لذكر قضية النظام الاقتصادي الإسلامي عندنا ندرة كذلك في الواقع لتطبيقات نموذجية للنظام الاقتصادي الإسلامي مبادئه ترجع إلى القرون الأولى المالية الإسلامية التي هي معروفة هي فقط جزء من هذا النظام والتصور العام للنظام الاقتصادي الإسلامي هو أنه سلسلة من الممنوعات أنه عن الرباع عن الغرار عن الميسر عن التجارة في الحرم إلى آخره وهذا ليسا نظام يعني لا يمكن أن تقول النظام هو أربع أو خمس ممنوعات هذا ليسا بنظام ولذلك الأول قضية سنشرع فيها هي ما هو النظام النظام هو مجموعة مبادئ تشكل كثلة علمية متجانسة التي هذه المبادئ فيها علاقات بينية هناك علاقات بينها لأن نحن نحلل ما هو النظام وهو كذلك مجموعة من الوسائل والتطبيقات المنظمة لا هذا دور لا يمكن أن نقول تطبيقات منظمة تدرون لماذا لأن لا يمكن تعرف شيء بنفسه فأن تقول النظام هو التطبيقات المنظمة هذا غير ممكن هذا دور إذن نقول أنه مجموعة تطبيقات ممأسسة أو مرتبة يعني تقوم بوظيفة معينة فيقول يقول أريستو النظام هو أكثر من جمع الجزئيات يعني إذا أخذت الجزئيات النظام فمجموعها يسوي أكثر من جمعها لتو يسوي أكثر لأسوم من جمعها فذلك التجانوس يعطي قيمة مضافة في النظام هناك مبادئ هناك قواعد هناك مسلمات هناك مكونات هناك بيئة ومناخ فهو كثلا علميا وهنا cohérent منطقية متناسقة وله حدود وهذه الحدود هي الممنوعات عندنا في النظام الاقتصاد الإسلامي وله مؤسسات مثل القانون مثل الملكية إلى آخره وهناك تفاعلات داخلية في النظام وهناك وظيفة إذن هذا هو النظام ولذلك فرأس المال النظام الرأس المالي هو يتميز بالملكية الخاصة بالربح بالأسواق بالأجراء إلى آخره ودور المقاول وحرية الأسواق إلى آخره أما النظام الاشتراكي فهو يتميز بملكية الدولة والطبقة العاملة التنظيم البلانيفيكاسيون اقتصاد النظراء إلى آخره فما هي إذن لنرجع إذن الآن حللنا قضية النظام الآن يجب أن نحلل قضيات الاقتصاد الإسلامي أو الإسلامي فسنرجع إلى المؤسسات والمكونات لنظرة الإسلام للمجتمع وللقواعد الفقهية فما هي الجذور الاقتصادية التي نجد في الكتب التي اعتنت بقضية الاقتصاد في الإسلام عندنا كتب محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف الذي كانوا تلامذة أبو حنيفة كتب ابن خلدون المقريزي ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ المودودي أبو الأعلى المودودي رحمه الله منذ القحف عمر شبراء والمعاصرين جداً يعني عندنا دكتور سامي السويلم ومن ناحية الأنظمة التي حاولت تبني هذا النظام الأنظمة الدولية عندنا دولة سودان عندنا دولة إيران التي حاولت لكن مع الاختلافات التي نعرف معها وباكستان بشكل أقل لكن الدولة الوحيدة التي اجتهدت من النحية النظرية والقانونية ووفقت من النحية النظرية والقانونية والتنظيمية هي السودان بلا منازل لكن الدولة تعاني من أنها مستهدفة ومن أنها قصمت ومن أنها تعاني إشكاليات متعلقة بالاستبداد ومشاكل جيوستراتيجية داخلية وخارجية مما جعل النظام النظري والقانوني والمؤسسات لم يجد أرضية لتطبيق جيد فما هي الأسس في التفكير والفكر الإسلامي الأسس معروفة الكتاب والسنة والاجتهاد وفي الكتاب يعني في القرآن عندنا تقريبا خمسة إلى عشرة في المائة من الآية التي لها بعد تشريعي وفي الأحاديث كذلك يعني عندنا مجموعة من الأحاديث التي لها بعد تشريعي والاجتهاد تعلمون يعني كيف يقوم هناك الإجماع القياس لاستحسان لاستصحاب العمل أهل المدينة إلى آخرهم مع بعض الاختلافات بين المداهب ثم لندخل قليلا في الفقه الاقتصادي سنجد أن من أهداف الفقه هو اجتناب يعني الضرر واجتناب الإشكاليات هناك خمس كليات في الشريعة حفظ الدين حفظ النفس حفظ النسل حفظ العقل حفظ المال وهذا حفظ المال الخامس هو الذي سنعنى به وفي حفظ المال ذكر ابن عشور المفسر العلامة اللغوي التونسي خمس مقاصد للأموال فقال أن من مقاصدها التداول لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ذكر الشفافية ذكر الملكية الخاصة ذكر الحرية في الاستعمال وذكر الاقتصاد أو العدل في الاستعمال والاقتصاد في الاستعمال ثم عندنا ثلاث نماذج من العقود ثم عندنا أركان العقود ألا وهي الإجاب والقبول البلوغ حلية المعقود عليه الملكية الشفافية وإمكانية التسليم ثم عندنا مجموعة من المعاملات كما تعرفون المشاركة المدربة الآخر سنأتي إلى هذا إذا أردنا تنميط ونمذجة أشكال العقود ففي الإسلام هناك ثلاث معطيات أو شكلاً يعني متداخلان عندنا إما من ناحية الزمنية عندنا نوعان إما التأدية الفورية أو إلى آجل ثم عندنا ثلاث أنواع من المعقود عليهم أو نوعان عندنا إما نقود إما سلع إما خدمة والخدمة داخل مع السلع فإذا أردنا نمدجة هذه المسائل نرى أن بيع الآجل للآجل التي يؤجل فيها البدل الأول والثاني أي يؤجل تؤجل يؤجل تسليم السلع ويؤجل أداء الثمن هذه في كل أنواع الأربعة لا تصح للغرار أما بالنسبة لتبديل النقود بالنقود فالواجب فيها أن تكون ناجزا فمثلا عندما تذهب لصرف الدرهم مع اليورو أو الدولار مع الدرهم أو الدهب مع الدولار أو الفضة مع اليورو أو الدهب مع الدرهم يجب أن يكون التبادل كما قال رسول الله يدا بيد فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد وهناك خطأ يقع فيه الكثير هو بيع الدهب بالتقصيد هذا لا يصح عند جمهور العلماء بل تقريبا هناك إجماع في المسألة سوى قول لابن القيم في المسألة فالدهب يجب أن يؤدى عليه يدا بيد وهذا لا تدخل فيه المجوهرات وما سوى الدهب والفضة مما ليس بنقود كالألماس وكالمجوهرات الأخرى هذا يمكن فيه تأجيل البدل لكن الدهب بصفته نقدا وإن قال بعض الناس أنه لم يعد بنقد وحقيقة الأمر من ذهب إلى خزائن البنوك المركزية سيجد الدهب فالدهب لا يزال المرجع النقدي الأساسي الذي تكدسه الدول ولما تهاجم دولة دولة أخرى أول شيء تذهب إليه هو البنك لأخذ الدهب منه وهذا ما وقع في الحرب العالمية الثانية لما هاجم هتلر باريس يعني غضبة غضبة شديدة لما اكتشف أن الدهب نقل وأخرج من البنوك وهذا ما وقع في الشام وفي العراق وفي الحروب عموما أول مكان يذهبون إليه هو الدهب لماذا؟ لأنه مخزون قيمة وهو نقد وإن قال الناس اليوم بعض الناس لم يعود بنقد ثم هذا محاولة يعني نمدجت الجدولة يعني أنواع البيوع للأصناف الستة فلجاء في الحديث الصحي الذي رواه البخاري والمسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع الآخذ والمعطي فيه سواء وفي الحديث الآخر فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم يعني بالآجل أو بالناجز إذا كان فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتهم إذا كان يداً بيد يعني إذا كان تبادل الذهب مع الفضة أو الفضة مع الذهب أو نقود من جانب فيجب أن يكون يداً بيد وهذا ما يسمى رب الفضل فمن أهم الممنوعات في الاقتصاد الإسلامي عندنا الفوائد الربوية كما كان الحال في اليهودية والنصرانية وكذلك الغرار والميسر هو لما يكون جزء من أجزاء المعقود عليه أو العقد فيه غموض مثلاً أن يبيع إنسان علبة لا ندري ما فيها أو لا ندري بالضبط مواصفاتها أو نبيع مثلاً حاسوب ولا ندري مواصفاته بالضبط العقد على حاسوب لا تعلن مواصفته عقد باطل أو فاسد لماذا؟ لأن التفاوت بين الحواسيب كبير جداً فالإدخوة ليس هو الإسانك ليس هو الإسات ليس والديسك ديوغ عشرين جيجا ما شي هو ألفين جيجا فهناك تفاوت كبير فلا يمكن أن يبعى الحاسوب هكذا فهذا عقد فاسد يجيب الوضوح كما قال ابن عشر الشفافية في العقد ثم بعض الممنوعات الأخرى مثل التجارة في الحرام وبعد الضرائب الاحتكار الظلم الغبن إلى آخره هذه محاولات نمدجة النظرية الاقتصادية المتعلقة بالمخاطرة في الإسلام أنا صراحة عندي بعض الصعوبة لما تكون يعني الفقهاء القدمى كان عندهم سبحان الله يعني ملكة كبيرة ويستطيعون أن يقرؤوا مئات صفحات وكل شيء واضح في عقلهم بتسلسل الأفكار وبمنطقية الأفكار إلى آخره والتناقضة إلى آخره أنا يعني في تحليلاتي يجب أن يكون كل شيء أمامي في صفحة واحدة ولذلك حاولت نمدجة يعني صفحات عديدة تتكلم عن النظرية المخاطرة في الإسلام لاتيوغي ديوغيسك وخلصت إلى هذا النموذج أن عندنا ثلاث عوامل إنتاج حقيقة الأمر أن هناك ثلاث عوامل إنتاج ليس فقط هناك وكذلك هذه العوامل كلها تسبح في عامل الزمن ولذلك النظريات الاقتصادية التي تعطيك تحليلاً آنياً مثل النظرية النيوكلاسيكية فيها إشكال نحتاج عامل الزمن فرأس المال إذا جمعته مع الزمن وحده وأردت أن تربح فيه يعطيك ربا وربا ممنوع رأس المال فيه الحلل والحرم إذا جمعت رأس المال بالزمن يصبح القرد الحسن إذا جمعت رأس المال بالعمل يعطيك البيع إذا جمعته بالعمل والمخاطر يعطيك الاستثمار والبحث والتجارة إلى آخره إذا جمعت رأس المال بمخاطرة قليلة يعطيك مثلاً الكراء إذا جمعت رأس المال بمخاطرة كبيرة يعطيك مثلاً المضاربة المشاركة عفواً المشاركة إذا جمعت رأس المال إذا جمعت العمل بالمخاطرة يعطيك المضاربة وإذا جمعت ها بمخاطرة قليلة يعطيك الجعالة طيب النظام الاقتصادي الإسلامي ماذا فيه؟ فيه مبادئ الخراج بالضمان، مبدأ الأخلاق، مبدأ الحلية، لا يجوز المتجرة في الحرام، ومبدأ التعامل في الأصول الحقيقية، لا نتعامل في الوعود وفي المسائل الوهمية وقد ذكر قضية مسكوي والطرطوشي وبن خلدون، وذكر ابن خلدون بتفصيل قضية الربط بين الساكنة والإنتاج، بين الإنتاجية، كيف يكون التسيير المالية العامة كيف يكون تقسيم العمل، تطور تقني، الفاز أسندنت ودسندنت، ثم يذكر قضية الدرائب بتفصيل الماوردي والطرطوشي وبن خلدون، قضية الفيسكالية من المضمحات الدرائب لتسكيل الوهمية والطرطوشي، وقد ذكر ابن سيمية كذلك، ان الدرب الكثير يؤدي إلى التسكيف المقريزي، ذكر قانون غريشام، قد رفعت البن خلد، وبن خلد، المقريزيذ بل يؤدي إلى غريشام، تلمساني كذلك ذكر هذه القضايا من ناحية التسيير يعني ممكن أن نسير بانك مركزي بدون فوائد ربوية وهذه كل مسائل التي يمكن أن نقوم بها مثل السقوك مثل المضاربات مثل الهوامش مثل الوكالات إلى آخره وفي النظام الاقتصادي الإسلامي الدولة يعني لا تعني بتسيير الاقتصاد فقط تركز على أن لا يكون هناك احتكار وظلم إلى آخره بالنسبة للسياسة الميزانية البوليتيك بيجيتار ذكرها الماوردي وذكرها ابن خلدون وذكر قضية الملتيبليكاتور قبل كينز بقرون قضية الغينجيكسيون يعني إعادة ضخ الضرائب في الدورة الاقتصادية ودور الدولة قبل كينز بالطبع بالنسبة للمؤسسات الموجودة في النظام الاقتصادي الإسلامي عندنا الأولى هي الزكاة والزكاة سبحان الله ذكره توماس بيكيتي في كتابه لكابيطال أو 21 سيكل ذكر أن أحسن ضريبة هي الضريبة على البطخيموان يعني الممتلكات البطخيموان كيفاش نسميه بالعربية تروى فهذه الضريبة لماذا؟ لأن الدرائب قال الدرائب على الدخل والدرائب على الممتلكات والدك كلها زائلة فالدخل قد يكون غير كافي للعائلة والممتلكات قد تأول إلى البيع لكن الذي يورث ويكدس الطبقية هو الثروة الحقيقية ثم عندنا الوقف الوقف كذلك مؤسسة يعني تكون صالحة بين آنياً ومع الأجيال القادمة التكافل لأننا نعلم أن عقود التأمين هي عقود غرار كما قال المجمع الفقه الإسلامي أنها لا تصح ويقوم مقامها التكافل المبنية على الهيبة التمويل المصغر الإسلامي ثم العقود المعروفة في المصارف الإسلامية مثل المشاركات وبيع السلم وبيع الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحات إلى آخره ثم الأسواق المالية الإسلامية هي آخر مؤسسة كبرى في النظام الاقتصادي الإسلامي ومبنية هي كذلك على السكوك مبنية على المؤشرات المالية الإسلامية على الأسهم النقية وألح على قضية النقية إلى آخره وهذا النموذج العام لما يمكن أن نسميه نظام اقتصادي إسلامي يعني أنه مبنية على سبعة ركائز أو قوائم إن تقاسم الأرباح والخسارة وتعرف أن النظام الربوي لا يتقاسم الخسارة فإذا خسرت تؤدي القرض وتؤدي الربا وتبيع ممتلكاتك بأبخص الأتمان منع الفوائد الربوية وجوب الأخلاق منع الميسير وجوب المتجارة في الموجودات الحقيقية والأصول الحقيقية وإن كانت غير مادية في حل المخ يعني الإسم التجاري هو من الموجودات الحقيقية ومنع الغرار وتجارة في الحلال والمؤسسات عندنا الزكاة والوقف والتكافل والتأمين المصغر الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية والأسواق المالية وكلها لها شروط ووظائف معينة ولذلك وجدنا أن النظام الاقتصادي الإسلامي فيه قوانين فيه قواعد فيه مسلمات فيه مبادئ فيه نظريات هو مؤثر فيه حدود وممنوعات له وظائف وله أهداف فيه بخصيدة يعني كيف هاش؟ طرائق في طرائق أو طرائق أو نماذج عملية ذكر قضية السيك الإنفلاسيون الموني الفيسكاليتي الكخيز لغلد للطريب فيه مؤسسات فيه وسائل تمويل فيه مؤسسات يعني تعمل فيما بينها ولذلك وجدنا أنه يجيب على جميع وظائف أو مكونات النظام كما ذكرها أريستو وذكرتها التعريفات ولذلك نقول ختاما أن النظام الاقتصادي الإسلامي أكيد وكيف لا فهو نظام اقتصادي كامل بل ويجيب على تناقضات داخلية بعضها ذكرها ماركس وبعضها لم يذكرها التي تبرز في النظام الرئاسمالي الليبرالي الذي يستمد أسسه المعرفية والقناعاتية من المادية المحضة وشكرا شكر جزيل مجددا للأستاذ طلال حلو على هذه الرحلة الفكرية كما سميتها سلفا حيث جال بنا مختلف النظريات الاقتصادية بمختلف تياراتها الفكرية والفلسفية كما سمها الأستاذ إذا بدأ على سبيل خلاصة قبل أن نفتح المداخلات بدأ الأستاذ يعني مداخلاته بالإشارة إلى نقطة جدا مهمة متعلقة بالتكوين الأساسي الأكاديمي نتحدث عن التكوين الموازي مثلا هناك ماسترات في المالية الإسلامية موجودة الآن في الاقتصاد الإسلامي أنه حتى في المقدمة التي من المفترض أن تشير لجميع الإسهامات الفكرية في مجال الاقتصاد يعني لا تتحدث أو يعني تهمل بعمدا الحديث عن حتى في المقدمة على الاقتصاد الإسلامي فما بالك بالعرض بالتفصيل في النظرية الاقتصادية التي أسهم فيها المسلمون ثم أشار الأستاذ لمختلف نظر الاقتصادية أعتقد أنكم سجلتم ملاحظة خصوص النظريات هناك الفيزيوكات الذين بدأ بهم الأستاذ والذين كانوا يقومون